عدد من الرسائل وجهت من الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة في اليوم العالمي للتوحد بعد احتضانها لمبادرة تقبني بكل الألوان التي تهدف إلى توعية وأرشاد المجتمع العربي بكيفية التواصل والتعامل مع أطفال التوحد عدد من الرسائل وجهت من هنا من الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة في اليوم العالمي للتوحد بعد احتضانها لمبادرة تقبلني بكل ألواني التي تهدف إلى توعية وإرشاد المجتمع العربية في كيفية التواصل والتعامل مع أطفال طيف التوحد المبادرة تهدف لعدة أشياء أول شيء منها أنها تعرف وتدي توعية للأسرة وللمجتمع بيعني إيه طفل توحد طب إيه هي المهارات اللي عند طفل التوحد إزاي أعمل تدخل مبكر علشان أعالج الحاجات اللي محتاجة علاج وأنمي الحاجات الأشياء المهارات اللي محتاجة تنمي المملكة العربية السعودية ومن خلال الجانب الاجتماعي من أهداف رؤية عشرين ثلاثين استوعبت المبادرة ونقشتها مع المتخصصين ولكن السعودية رباب كانت لها تجربة مختلفة مع ابنها المصاب بالتوحد على الرغم من دراستها للطب النفسية إلى الآن أقرأ وأدور وأمارس كل يوم شيء جديد مع ابن محمد علاج التوحد ليس شيء صعب علاج التوحد بالعكس شيء جميل بس يحتاج إلى همة وقوة يحتاج إلى صحة نفسية يحتاج أن أنا كل يوم أرمي أعبائي كلها وراء ظهري وأنا داخل البيت أشوف محمد عشان أستقبله بشيء جديد آخر ما قام به سمو سيدي ولي العهد إقامة سبع مراكز المملكة العربية السعودية مراكز ضخمة جدا لهذه الفئة كذلك لا ننسى المبادرة المسؤولية الاجتماعية من البنوك السعودية بقيادة مؤسسة النقد لإنشاء صندوق لهذه الفئة للدراسات والأبحاث بمبلغ 268 مليون تقريبا المبادرة جاءت في اليوم العالمي للتوحد لتؤكد على عدد من المفاهيم التي تسهم في أفضل الحلول للأطفال للاندماج في دائرة المجتمع يكون يبقى في يوم الأيام بقى فيه يوم مخصص للترابط في التوحد يوم للتوعية بيه يوم يوضح الصعوبات اللي ممكن يواجهها طفل عنده الترابط في التوحد يوضح إلى أي مدى الصعوبات اللي بتواجهها الأسرة في رحيتها مع الترابط في التوحد ده في حد ذاته إنجاز إن الكلمة نفسها بقت مسموعة الكلمة نفسها بقت بتردد على مسامع المجتمع وبالتالي إحنا مش هنستغضب سلوك الطفل ده أو السلوكات اللي إحنا ممكن تبقى بالنسبة لنا سلوكيات غير مألوفة دلوقتي إحنا عايفين الكلمة وعايفين معناها ونتقبل وغودها ما بينها الدعم النفسي لأسر أطفال طيف التوحد بخلال برامج تدريب تعتبر من المؤثرة الأساسية الأقوى لتقدم أطفال طيف التوحد تقبلني بكل ألوان مبادرة تحمل توصية لكيفية التعامل مع أطفال طيف التوحد ودمجهم في المجتمع وذلك من خلال برامج متعددة منها الفن واللعب وتنمية القدرات الذهنية لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة ترجمة نانسي قنقر